بدأت اليوم الحملات الانتخابية لمرشح الانتخابات التشريعية في العراق وسط توقعات بفوز تلات دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالك ولم تتني الأجواء الانتخابية المسلحين عن شن هجمات مسلحة بهدف إفشال العمليات الديمقراطية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد قتل ثلاثة من الجيش العراقي بينهم ضابط بردبة ملازم بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت دورية للجيش بحي القادسية شمالي تكريت وقال مسؤولون في الشرطة ان التفجير وقع عندما هاجم الانتحاري بسيارة الملغومة دورية من سيارات الجيش وأصفر الهجوم عن إصابة 11 جندية وتزامن التفجير مع اليوم الأول لبدء الحملات الاعلامية للانتخابات التشريعية المقررة في 30 من الشهر الحالي ويتوقع مراقبون أن يذفر اتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي بغالبية الأصوات للفوز بولاية ثالثة على الرغم من وجود منافسين آخرين بينهم كتلة الأحرار التي تعد حتى الآن الممثل الرئيسي للطيار الصدري وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملسقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعد مفوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة ويبدو من غير المرجح أن تجرى الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار غرب البلاد التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية إذ تستمر في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم داعش ويطرح الناخبون الكثير من المشكلات بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة إضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1200 شخص خلال الفترة الماضية من هذا العام حسب إحصاءات الأمم المتحدة من جات أخرى يستعد البنك المركزي الأمريكي أخيرا إلى رفع الحماية الأمريكية المفروضة على الأموال العراقية المودعة في الولايات المتحدة عقب مرور أشهر من خروج العراق من تحت البند السابع في خطوة لاقت ترحيبا وأثارت مخاوف في الوقت ذاته حول إمكانية تحقيق نقلة نوعية في عملية البناء